السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناتي على اليوتيوب اليوم سنأخذ عن الشيبس الأشكال باللغة الإنجليزية وعن استخدام أفعال البي اللي هي إزو آم و آر وزويل بصيغة الماضي والمضارع في هذه القاعدة أول شيء سكوير اللي هو المربى هيكساجون اللي هو السوداسي أوفل اللي هو البيضاوي ريكتانجل مستطيل تريانجل مثلث سيركل دائرة ستار نجمة أهل و سهلة هسا هون رح نأخذ كيفية استخدام أفعال البي مع الشيبس اللي هم الأشكال واز ووير في صيغة الماضي واز وار في صيغة المضارع هسا إذا الشكل بظله زي ما هو وما تغير عليه ولا صار عنده إضافات نستخدم اس وار يعني هون عني السيركل اللي هي الدائرة ظلت زي ما هي ما تغيرت فبحكي يعني هي دائرة بس إذا صار أي تغير أو إضافات على الشيب اللي هو الشكل بنحطه بصيغة الماضي بنحط أفعال ب بصيغة الماضي It was a circle كان دائرة طبعا نستخدم الارتكلز اللي أنها مفرد واحد الارتكلز اللي هنال بما أن الجماع هون اللي هم مثلثة يعني اللي هم triangle they are triangles هم مثلثات بس لما عملت إضافات هون على الشيب اللي هم مثلثات صارت بالماضي كانت هي مثلثات فصارت they were بصيغة الماضي ولا الجماع triangles لا ننسى S الجماعه بنشيل الارتكلز لأن الارتكلز بس للمفرد حسنا نأخذ عن sides اللي هي الأضلع كل شكل الأضلعه عند السكوير اللي هو المربع له 4 equal sides يعني 4 أضلع متساوية equal معناها متساوية أضلع متساوية عند الريكتانجل اللي هو المستطيل 2 short sides عنده ضلعين قصيرين أو صغيرين و 2 long sides اللي هم ضلعين طويلين عندك السداس اللي هي الهيكساجون و 6 equal sides عنده 6 أضلع متساوية أنا رسمه بس مش بتساوي بس اللي هو أضلع عندك السيركو الدائرة there is no sides ما إلو أي ضلع